بسم الله الرحمن الرحيم، تحقق من فهمك ثلاثة الدخل عامل في يوم وما 20 ريال من أجره اليومي فإذا علمت أنه يدخل في كل يوم 5 ريال زيادة على اليوم السابق فكم ريال يدخل في اليوم الثاني عشر طيب، في كل يوم يدخل 20 ريال يعني مثلا نقول اليوم الأول يدخل 20 ريال اليوم الثاني رح يدخل كم زيادة 5 ريال إذا رح تكون 25 ريال اليوم الثالث سيكون 30 ريال اليوم الثاني عشر كم سيدخل هذا المطلوب بنفس الطريقة نوجد القانون اللي يجمع على شكل النقاط هنا النقاط عبارة عن 1.2.25.33 طيب الفرق بينهم أي الأساس الأساس يساوي كم 5 إذن الـ M تساوي 5 إذن الآن نوجد القانون اللي يجمع النقطة في الأساس اللي هو Y ناقص Y1 يساوي M X ناقص X1 M هي الخمسة X1 و Y1 أححد هذه النقاط يعني سواء نختار النقطة الأولى والثانية والثالثة كلها صحيحة أي نقطة اختارها هي صحيحة مثلا نختار النقطة الأولى X1 Y1 إذن راح نقول Y ناقص Y1 اللي هو 20 يساوي M M اللي هي خمسة X زي ما هي ناقص X1 اللي هو الواحد Y ناقص 20 تنزل زي ما هي 5 في X 5 X 5 في سالب 1 سالب 5 إذن نقرص سالب 20 للطرف الثاني راح تكون Y يساوي 5 X ناقص 5 سالب 20 راح تكون موجب 20 إذن نقول Y تساوي 5 X ناقص سالب 5 موجب 20 موجب 15 طيب X كم هنا X تساوي أي مطلوب أي يوم الثاني عشر إذن X 12 نعوض Y يساوي 5 5 في 12 زايد 15 إذن Y يساوي 5 في 12 60 زايد 15 60 زايد 15 يساوي 75 75 إذن إذن في اليوم الثاني عشر سوف يدخل 75 ريال